بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أبناء الطلباء أهلا بكم ومرحبا مع تكملة التمرين الرابع من نموذج لمراجعة الامتحان التجريبي إذن فلنبدأ على بركة الله قالنا التمرين آخر وهو التمرين الرابع إذن في التمرين هذا يقول في معلم متجانس للمستوي وحدة الطول هي سنتيمتر O E G حيث عدنا نقاط ثلاثة إذن A هي نقص ثلاثة سفر وB أربعة نقص واحد وC هي ثلاثة ناثنين إذن سؤال الأول يطلب مننا تعيين النقاط الثلاثة إذن ركزوا معايا إذا رسمت لكم معلم إذن النقطة الأولى هي نقص ثلاثة والسفر أين هي نقص ثلاثة السفر ركزوا معايا وين ديرها إذن نقص ثلاثة على محور الفواصل بالاتجاه السالب إذن والسفر على محور التراتيب إذن نقطة تعيين جهنة إذن هذه هي النقطة A ثم النقطة B هي أربعة نقص واحد أين هي أربعة؟ واحد اثنين تلاثة أربعة أنزل بنقص واحد على محور التراتيب إذن نقطة جهنة ثم أخيرا نقطة C هي نقص ثلاثة نقص ثلاثة على محور لا عفوا ثلاثة ثم ثنين على محور التراتيب إذن نقطة C هي جهنة ثلاثة نسقط ثم ثنين على محور التراتيب إذن هذه هي النقطة C إذن سؤال أول برهن أن المثل أن المثل قائم ركزوا معي إذن كأول خطوة وش نديره رح أصل بين النقاط الثلاثة إذن ركزوا معي إذن رشيبان للمثل التعي أصل بين النقاط الثلاثة أولا A B ثم ثم أصل بين النقطة B C إذن نركزوا معي ثم نقطة C ثم السؤال يقول بين أن المثلث هذا قائم إذن وش رح ندير علما أن ندلنا الأطوال تتالية إذن ندلنا الطول A C يساوي 2 جذر 10 والطول B C يساوي 10 انتبهوا معي وش رح ندير إذن قليقة الظلع الثالث لازم نلقلوا طول تاعه إذن A B يساوي الجذر التربيعي إذن نقطة النهاية اللي هي B 4 ناقص فاصلة النهاية اللي هي A ناقص ناقص 3 الكل مربح زائد ترتيب النهاية ترتيب النهاية ناقص 1 ناقص 0 ترتيب A الكل مربح إذن وتساوي الجذر التربيعي ل 4 ناقص ناقص 3 أربعة زائد ثلاثة الكل والثنين زائد ناقص 1 داقص 0 ناقص 1 ناقص 1 الكل مربح إذن A B ماذا تساوي A B تساوي الجذر التربيعي ل 4 زائد 3 7 إذن 7 مربح زائد 1 مربح وتساوي جذر 49 زائد 1 تساوي جذر 50 وبهذا نكون قد وجدنا الظلع A B يساوي جذر 50 سنتيمتر بيانزل إذن نحن في هذه الحالة وش رح ندير ندير أطول الأضلاع الثلاثة إذن تبهوا معي نملكون فكرة كيف تديرو إذن أولا نحو الجذور وش ديرو أطول A B مربح ماذا يساوي يساوي 50 ثم A C مربح ماذا يساوي يساوي A C مربح يساوي ربعة في جذر عشر لكل أسنين يساوي ربعة في عشرة أربعون أربعون ثم B C مربح ماذا يساوي يساوي عشرة عفوا نعم لأن هناك اثنين لكل مربح إذن ماذا نلاحظ؟ نلاحظ نقول نلاحظ ماذا نلاحظ؟ نتبهوا معي نلاحظ أن خمسون يساوي أربعون زائد عشرة ربعين زائد عشرة يخمسون إذن نعويض خمسون وهي أب مربع يساوي أربعون هي أس مربع زائد بس مربع إذن ماذا نلاحظ؟ كي تشوفوا حسب نظرية العكسية لفيتاغورس عندي أن المثلث ABC قائم في C إذا قلنا حسب النظرية العكسية لفيتاغورس فإن المثلث ABC قائم في C وAB إذن هو وطر هذا المثلث إذن سؤال الثالث يقول أحسب إحداثية النقطة F مركز الضائرة المحيطة بالمثلث ABC نتبه معي أولا نعلم أن الضائرة المحيطة بمثلث قائم يكون الوطر هو قطر الضائرة إذن F أين تقع؟ راح تقع على منتصف القطعة المستقيمة AB يعني راح تقع هنا F تكون هنا إذن F تعيره هنا إذن بما أن المثلث المحيط بالمثلث قائم والدائرة المحيطة بالمثلث ABC يكون AB هو وطر أهو قطر هذه الدائرة إذن F يكون هو المركز قال أن F هي مركز الدائرة إذن إحداثية F باش نلقوا F هو منتصف القطعة المستقيمة AB إذن قلت في سؤال ثالث هذا بما أن F مركز الدائرة المحيطة بالمثلث ABC إذن فإن F هي منتصف القطعة المستقيمة AB إذن نتابع الحل إذن حساب إحداثية F اللي هي مركز الدائرة المحيطة بالمثلث ABC إذن فرض أن F لها إحداثية XF و YF إذن ماذا تساوي XXF بما أن F هي منتصف AB إذن الفاصلة التحى هي فاصلة B زائد فاصلة A إلى 2 وفاصلة B هي 4 زائد فاصلة A اللي هي نقص ثلاثة على 2 وتساوي 4 نقص ثلاثة 1 على 2 إذن فاصلة F هي فاصلة F هي النصف ثم نولي الترتيب إذن Y بماذا يساوي يساوي نقص 1 إذن نقص 1 زائد Y هي السفر 1 على 2 وتساوي نقص نصف منه YF ماذا تساوي نقص نصف إذن ما هي إحداثية F نصف و نقص نصف هذا بالنسبة للسؤال الثالث السؤال الآخر طلب مننا إذن كنشوف في الشكل نلاحظ أن F هي نقص نصف و نقص نصف إذن سؤال آخر طلب مننا إنشاء النقطة D صورة النقطة C ركزوا معي إذن النقطة D هي صورة النقطة C بالدوران الذي مركزه F و زاويته 180 درجة إذن أولا و قبل كل شيء سوف أصل بين النقطة C سوى F هكذا ثم إذن صورة النقطة كما يمكنك هنا ما يمكنك الإتجاه كما يمكنك الإتجاه فإنه إتجاه موجب يعني الإتجاه يكون هكذا يعني C ستنتقل إلى الزاوية إذن نتابع كما ندير الزاوية هي إذن أضع المين قال على صفر على F ثم 180 ج هنا إذن ج هنا إذن هذا اسمه التناظر المركزي إذن سأتي ج إذن إذن المسافة C F تبه معي C F لازم تساوي C D إذن ستجعل الدائرة إذن النقطة D ستكون هنا هذه هي النقطة D وبهذا نكون عند نهاية هذا التمرين أتمنى أن يكون صح مفهوم للجميع ومراجعة موفقة للجميع وصحف تركم والسلام عليكم وبركاته